بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الرابع من الفصل الخامس لمقرر النظم بالمعالج أطلق في الجزء دي هنكمل كلامنا عن الميموري كونيكشن وناخد مثال مع بعض المثال إن شاء الله اللي هناخده عبارة عن أربعة ميموري مختلفين تلاتة رام وواحدة روم كلهم 16 كيلو بيت معي كل رامر 16 كيلو بيت وهذا يعني إن إحنا محتاجين كام بيت أدرس يا جماعة إحنا قلنا 16 كيلو معناها 2 قص كام 2 قص 14 هاي اللي هما 16 كيلو وهذا معناها إن إحنا محتاجين من إيه 0 حتى إيه 13 طب إحنا متفقين إن إحنا عندنا من إيه 0 حتى إيه كام 15 إذن عندنا إتنين بيت أدرس هنستخدمهم كسيليكشن بيت اللي هما مين اللي هما إيه 14 وإيه كام ها وإيه 15 هنستخدمهم كسيليكشن بيت إزاي جماعة زي ما إنت شايف كده أيوة إيه 14 وإيه 15 هما بتوعي بمعنى إيه بمعنى لو كانوا إيه 0 0 هنقع إيه تعمل ها الروم زي ما إنت شايف طب لو كانوا 1 و 0 تعمل الرام ها الأولى طيب ها ها 0 1 تعمل الرام التانية وإيه كمان ها 1 1 تعمل الرام الثانيسة معايا إذن إختار إختارناه كإيه كسيليكشن بيت طيب تعالي نشوف بقى ما يسمى بالميموري ماب الميموري ماب لها خريطة الميموري وبنقول عليها إيا جماعة بنقول إنها بتوضح بداية ونهاية العناوين لكل ميموري على حدة بمعنى إيه بمعنى إحنا عندنا روم و3 رام مش كده روم ورام واحد ورام اثنين ورام ثلاثة إحنا عندنا ستارت وإند الكل لكل ميموري بمعنى إن البداية تتم عند الادرس اللي هو الهكسة اللي يسمى البتاعه بكام يالاز يرمز بايه شايفين يا جماعة بصي كده كل رام من ديت لها حاجة اسمها ستارت ستارت أدرس وإند أدرس أنا برضو ستارت أدرس وإند أدرس الستارت والإند دول بيتحدده إزاي يا جماعة بيقولك أنت قلت إن أنا عندي من إيه زيرو حتى إيه 13 شايفين يا جماعة إيه إيه العناوين أو نطاق العناوين اللي أنت هتستخدمها إذن بداية أي ميموري هيبقى كلها صفار شايف كل العناوين دي صفار كل البيتس دي صفار ونهايتها كلها وحايت يبقى إذن الجزء ده كله يا جماعة زي ما أنت شايف كده بيحدد مواقع أو اللوكيشنز لي من الليتشيبز اللي بيحدد إيه العناوين بتاعت الليتشيبز البداية والنهاية لكل إيه لكل ميموري وإحنا اتفقنا مع بعض الوقتين أي بداية كلها صفار وأي نهاية كلها بكام بوحايت صفار ووحايت برضو الرام تلاتة كلها صفار وبعد كده الإند كلها وحايت إذن بنمسك نطاق العناوين اللي هو عندنا حالان في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي من إيه زيرو حتى إيه تلاتتاشر نخلي كل إيه الممرز بدايتها كلها صفار ثم نهايتها كلها وحايت طيب يجي عن الجزء اللي هو السيليكشن نحنا اتفقنا مع بعض الوقتين ان الاتنين بيت اللي هما مين إيه أربعتاش وإيه خمستاشر سيليكشن بيت نهم قالين كده إن عند الروم زيرو زيرو تعمل الروم يعني لو إيه أربعتاش وإيه خمستاشر صفر صفر ماش كده اللي اتنين دول يعملوا طيب لما يكون هه وان زيرو وان زيرو يعني إيه يعني البداية والنهاية يكون فيها إيه زيرو بوان زيرو إيه أربعتاش وإيه خمستاشر بوان زيرو تعمل الروم إيه رقم واحد طب لما يكون إيه أربعتاش وإيه خمستاشر زيرو وان زي ما إحنا اتفقنا تعمل رام 2 طب لما يكون هه إيه إيه أربعتاش وإيه خمستاشر واحد واحد تعمل رام 3 إذن الممرو ماب بتوضح لك حاكتين بتوضح بتوضح لك العناوين اللي ايه بتعبر عن اللوكيشنز اللي موجودة في الممرو وبتوضح لك ديه العناوين يا جماعة شايفين آه وبتوضح لك كمان مين السيليكشن اللي انت تم اختياره كل من العناوين والسيليكشن لو ضمتهم مع بعض الاخر مستش مع بعض يدوك إيه العنوان الأخير لكل من اللي ستارت والإنت اللي ستارت والإنت طب تعال نشوف مع بعض كده تعال نشوف اللي ستارت ده زيرو 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 هكسا ديسمن معنها إيه معنها إن كل العنوان عنده بكام بصفار طب بص على ده كده تلاتة اف 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 هكسا ديسمن معنها إيه معنها إن كل أربعة بت بيكونوا العنوان اللي قدامك ده بمعنى أربعة بت هم دول شايفين دول اربعة بيت اف اربعة بيت كمان اف اربعة بيت كمان اف وما تنساش ان اخر اربعة بيت قدامك ده هوم انهكسا ديسمل تلاتة اصبح العنوان الاخير هو ايه يا جماعة لحنا اتفقنا عليه تلاتة اف 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 هكسا ديسمل اذا هذا العنوان الاخير اللي احنا بنتفق عليه دلوقتي هو عنوان مجمع بين كل من الايه السيليكشنز اللي ايه اللي هو الادس بيتس من ايه حتى ايه تلتاشر ثم الاتنين بيت اللي هو سيليكشن بيت ايه اربعتاشر وايه خمستاشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته